نروح لأخبار المنتخب المصري طبعاً ده الحدث مصر بكرة مع زين بابوي مصر بالتشيرت الأحمر والشرط الأسود والشراب الشرط الأبيض والشراب الأسود أو الجورب الأسود ده عالم مصر وزي ما احنا متعودين دايماً بنلبس عالم مصر تاني تشيرت أحمر وشرط أبيض وشراب أسود ده العلام عالم مصر والمنتخب زين بابوي هيلبس طقم أصفر بالكامل محمد الشناوي أو أحمد الشناوي أو جنش هنشوف مين الحارس اللي يوم بكرة إن شاء الله يكون بطقم بنافسجي إحنا كأهلوية عايزين أحمد محمد الشناوي أعتقد أنه هو الأقرب قدم مستوى عالي جدا في كأس العالم أعتقد أنه هو الأقرب لكن في الأول وفي الأخير أهم حاجة عندنا زي ما زملائي في الإعداد بيقولوا كل الناس بيقولوا منتخب مصر والمصلحة العليا المنتخب مصر أكيد دي صور قدام حضراتكو صور أرشيفية من آخر تجربة ودية للمنتخب المصري خلاص وقلنا منتخب زنبابوي هيكون بالطاقم الأصفر كاملا نحن بتكلم عن المنتخب بكرة إن شاء الله يا جماعة والحارس المرمى باللون الأزرق تاني منتخب مصر يكون بالتشرط الأحمر شرط أبيض وشراب أسود منتخب زنبابوي يكون بالطاقم الأصفر كاملا وحارس المرمى بالطاقم الأزرق دي إن شاء الله الألوان اللي هتشوفوها بكرة بإذن الله يكون النصر من نصيب المنتخب المصري الكاف بيمنع المنتخب المصري من التدريب على استاد القاهرة ماشي قواعد الكاف بتقول ممنوع إن احنا نتمرن على استاد لتلاعب عليه المباراة تاني يوم عشان كده أهب ليطأ مدير المنتخب الوطني قال إن الاتحاد الأفريقي رفض خوض منتخب الفراعينة تدريبهم على استاد القاهرة مساء اليوم ويكون للستاد أعتقد يكون على الكليل الحربية في تمام التاسعة والنصف مساء إن شاء الله ما فيش مشكلة أكيد إحنا حافظين منتخب مصري حافظ استاد القاهرة لكن فيه لعبة أعتقد أنهم ملعبوش على ملعب استاد القاهرة مفخرة استاد القاهرة شكله كل اللي راحوه بيقولوا إنه هو شكله يعني من الاستدادات اللي هي العالمية ده يعني شكل أقول لستاد القاهرة قدامكم حاجة تفرح نفسنا سادنا تبقى كده على طول إيه المانع يعني؟ عملنا حاجات كتير في ستة شهور بيبقوا قدامنا فترات كبيرة جدا ورحات كبيرة جدا طبعا أنا بهزر يعني ما فيش بقى رحات إن شاء الله يبقى فيه رحات بعد كده زي ما الناس وعدونا إن شاء الله يبقى فيه شكل دوري مختلف السنة جاءة أقول لك كمان نص الخبر لما ييجي وقته أحمد أحمد بيقول مصر كسب التحدي تنظيم أمم أفريقيا دايما نحن بنكسب التحدي لو حضرتك يعني متابع التاريخ المصري أكيد مصر دايما بتكسب أي تحدي بتكون محتوطة فيه ورجالتها دايما بيكون عند حصن الظن في أي وقت وفي أي مكان رئيس التحدي الأفريقيا أحمد أحمد قال التجهيزات اللي أنجزتها مصر خلال الفترة القصيرة الماضية من أجل استضافة كأس الأمم الأفريقية يعد إنجاز في حد ذاته وقال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي والذي عقدة اليوم في استاد القاهرة اللجنة المنظمة البطولة التزمت بكل ما طلب منها منذ اجتماع دكار في يناير الماضي اليوم أظن أن كل الاستعدادات ده كلام أحمد أحمد تمت على شكل فائق ومميز والإشارة أصبحت خضراء لنجاح البطولة وخضراءنا أمثلة لذلك أبرزها حفل القرى إن شاء الله تكون بطولة تخرج في المجمل بإسم مصر وشرف يضاف لإسم مصر إن شاء الله قال كمان خمس أو ستة أشهر رقم لا يذكر في إمكانية تنظيم بطولة بحجم كأس الأمم الأفريقية وده اللي اتكلمنا فيه مع حضراتكو ولن نخفي التزام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم البطولة على أرض مصر خلال خمسة شهور وبشكل فائق النظير ده كلام أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي في السياق متصل أكد أحمد أحمد على أهمية قرار مشاركة 24 منتخب وقالنا أنا موجود عشان أشارك كل المنتخبات أو يشارك كل المنتخبات الأفريقية في كأس الأمم الأفريقية أكيد كانت خطوة كويسة جدا إن شاء الله تكون متبعة في كل البطولات القادمة قال أخذنا تحدي في إقامة بطولة 2019 والطريق كان فيه صعوبات والإعلام والصحافة مساعدين للكاف والرياضة بشكل عام وأحمد الله أننا وصلنا اليوم إلى اتخاذ كل ما يلزم تنظيم البطولة التي تضم 24 منتخب وذلك بسبب يعني في نفس السياق اللي بنتكلم عليه في نفس السياق إن البطولة كانت صعبة جدا إن حد يصادفها في خمس أو ست شهور مصر قالت إنها يصادفها وكانت عند حسن ظن الجميع قال لقد استطاعت أفريقيا أن تظر بشكل مميز أو مصري يعني ولقد اتخذنا كل ما يلزم للنهوض بالكرة الأفريقية أفريقيا تتميز جغرافياتها بالتنوع وعقامة البطولات في الصيف كان قرارا حاسما مش كمان أحمد أحمد بيشكر الرئيس السيسي على الاتزام بوعده في تنظيم الكان خلال خمسة أشهر قال بالضبط الدور الذي لعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إقامة هذه البطولة يعد نجاح في الالتزام بوعده بتنظيم البطولة خلال خمسة أشهر فقط مقدما له الشكر وأضاف في المؤتمر الصحفي أن كل شيء على أفضل ما يرام والإشارة خضراء للنجاح وتقديم بطولة رائعة وهناك أمثلة لأنها ستكون استثنائية مثل حفل القرعة والذي يكون عند سفح الأهرامات والتي كانت ليس لها مسيل في حفلات الإفتاح السابقة أشهر كمان أن اللجنة التنفيذية نجحت في اتخاذ الإجراءات والقرارات الصعبة لضمان نجاح البطولة ماشي الكاميروني ناينت حكما لمباراة مصر وزنبابوي في افتتاح أمم أفريقيا طاقم كاميروني في افتتاح المباراة الأفريقية غدا افتتاح كأس الأمم الأفريقية بين مصر وزنبابوي إن شاء الله كمان يكون الحكام مش عايزين بقى نشوف اللي كان بحصل بقى يعني مفيش مصالح كلها مصالح عامة إن شاء الله يكونوا عند حسن ظننا وتطلع البطولة كمان تحكميا مميزة العالم كله بيتفرج علينا ولازم يكون متميزين في كل حاجة في كل حاجة من أبسط الأمور إلى أعقد الأمور مدير المنتخب بيحسم الجدل حول شارة القيادة هل هي تروح لمحمد صلاح هل هي تروح للأقدم هقول لكم الترتيب بالزبط زي ما قالوا إهاب لهيطة ترتبنا في شارة القيادة قال إن أحمد المحمدي هو الأخدم في المنتخب وهو الجدير بحمل الشارة نتكلم كمان عن الشارة ممكن إزاي مدربين بيخلوا الشخصية القيادية هو اللي بيقود المنتخب أو الفرق كمان لكن عمون بيأتي في المركز الأول المحمدي ثم وليد سليمان عبدالله السعيد وأحمد علي ومحمد النني ومحمد صلاح في المركز السادس في مدربين بيخلوا اللعيب الأبرز هو كابتن الفريق في مدربين بيخلوا اللعيب الشخصية هو كابتن الفريق وفي مدربين بيخلوا اللعيب الأديم هو كابتن الفريق إحنا ماشيين بالسياسة الأديم والأقدم وهو أحمد المحمدي اللي يكون إن شاء الله كابتن المنتخب بوطني إذا لعب يعني أو إذا بدأ لو ما بدأش هيكون وليد سليمان إذا برضو لعب لو ما بدأش هيكون عبدالله السعيد أو أحمد علي أو محمد نيني أو محمد صلاح يعني في المركز السادس مش عارف انتوا حابين تشوفوا مين لكن ده الترتيب اللي بيقول عليه أهبل هي تمدير المنتخب الوطني مرون محسن بيعلق على الانتقادات الموجهة له ويجه رسالة للجمهور مرون محسن قال أنا بحترم كل الأراء اللي بتنتقدني لكن أنا بقف الوداني تماما وبرد دايما في الملعب شوفنا مرون محسن أحرز هدف على أحسن ما يكون هدف عالمي عالمي بصراحة إن شاء الله يعني يبقى فيه أهداف مع المنتخب مرون وكلنا كمصريين مش أهلوية بس نتمنى لك كل التوفيق مع كل أعضاء الفريق أو كل طاقم الفريق أو كل لعبة الفريق الوطني قال سعيد باللعب المنتخب وسط جمهورنا وهذا سيجعلني أعطي كل ما عندي وأطالبهم بمساعدتنا طبعا أكيد يعني كل المساندة من الجمهور الفريق الوطني من أجل التتويج بالبطور هني رمزي بيقول محظوظون بمحمد صلاح وزوار مصر في كامل الأمان هني رمزي المدرب العام أو المدرب المساعد للمنتخب الوطني قال إن محمد صلاح قدوة لملايين الشباب في المنطقة ومثال حي على أنه استطاع أن يظهر مظهر أو يظهر بالمظهر النموزجي ما شاء الله محمد صلاح يعني كل الشباب بيقلدوا دلوقتي كل الشباب يعني يقول لك أن نفسنا نبقى محمد صلاح وكل أولي الأمور نفسنا يبقى عندنا حد زي محمد صلاح الحمد لله دايما محمد صلاح في الأمان دايما كده الناس بتقتضي باللعيبة اللي هم يعني يستحقوا أن يكونوا قدوة للشباب بنشوف كل النمازج قدام حضراتكم كل النمازج تلاقوا اللعيب الملتزم في كل حاجة أسباب النجاح تبقى سهلة بالنسبة له والعكس صحيح مهما ربنا يديك موهبة وتكون غير ملتزم في أي حاجة لأن الكرة لعبة صعبة جدا الناس لو مستثلة كرة لعبة صعبة جدا 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 لازم تكون ملتزم بر بيتك وجوة بيتك وفي أي وقت فراغ فيه لازم تكون ملتزم قوي قوي عشان ربنا يديلك وده اللي شايفينه من محمد صلاح إن شاء الله يكون كمان محمد صلاح أحسن وأحسن في البطولة الأفريقية في قلب بيته وفي قلب جمهوره اللي بيعشقه بكل تفاصيله كمان هاني رمزي قال إن زوار مصر فيه أمان يارب يارب إن شاء الله تعدي البطولة على خير وإن شاء الله كله يبقى في أمان